فيلمنا بيبدأ في مطار موسكو مع بنت اسمها كاتيا وبيكون معها مامتها اللي خايف عليها من السفر لوحدها وبنعرف ان كاتيا مسافرة باريس عشان عندها من حد رسيه هناك وبتحاول كاتيا تقنع مامتها تسيبها في المطار وتمشي لان خلاص مش بيقى كتير على اقلع الطيارة فبتقتنع مامتها وبتودعها وبتنبه عليها انها اول ما توصل تبلغها وتطمنها وبتستنى كاتيا مامتها تمشي وبعدها بتجري وبتروح لرحلة تانية خالص طلع بوظابي وبينده مسؤول الرحلة على اسم كرولوفا فبنكتشف ان دا اسم كاتيا المستعار وبتقدم جواز السفر بتاعها واوراقها عشان تاخد ختم دخول البلد وبعدها في الاستراحة بتروح تجيب اهوة ليها وليزا ودي بنت من البنات اللي يسافروا معها في نفس الرحلة وبنعرف ساعتها ان كاتيا قدمت في اكالة خاصة لعارضات الازياء وبتعد تحكي ليزا ازاي كدبت على مامتها وضحكت عليها وفهمتها انها رايحة البريس عشان المنحة الدراسية بتاعتها فبتبصلها ليزا باستغراب شديد وبتقولها ان هم مش عارضات ازياء زي ما هي فهمها فبتستغرب كاتيا كلامها وبيتحركوا عشان يطلعوا الطيارة ولما بيوصلوا المطارة بوظابي بتركب كاتيا مع البنات الباص اللي هيوديهم الشقة اللي هتقعد فيها وهي في الطريق بتسأل ليزا هيرحوا امتى التصوير فبتبصلها ليزا بنظرة استغراب لان كاتيا لسه مش فهمها هي رايحة على فين والكلام ده لان دي شبكة دعارة عالمية وبتتسطر وراء انها وكالة ازياء فبتتصدم كاتيا من اللي بتعرفه لكنها بتستمر في رحلتها لان هدفها الاول والاخير هو انها تكسب فلوس كتير ولما بيوصلوا للشقة اللي هيقعدوا فيها بيلاقوها صغيرة جدا على عددهم وبيضطروا كلهم يناموا جنب بعض على سرير واحد وساعتها بيرن جرس الباب فبتقوم ليزا تفتحه وبتلاقي صاحب الشقة وجايب مع السباك عشان الحمام بتاعهم بيصرب ميا ومحتاجين يصلحوه ولما بيشوف كاتيا بيعرف انها وجه جديد فبتحذروا ليزا انه يقرب لها وبتكذب عليه وبتقولوا انها اختها وتاني يوم بتروح كاتيا وجاليا لمعرض عربيات عشان يستلموا عربية فخمة يتحركوا بيها وهناك بيقابلوا وليزا وبيعرفوا انها شغالة عندي سيمون صاحب المعرض وده عشان مراته ما تشكش ان ليعلقوا فتات ليل وبنعرف ان سيمون هيديهم العربية عشان بيكافئ ليزا وشوية وبيبلغهم ميشا نيسيمون وافق على العربية اللي اختروها فبتفرح كاتيا وجاليا جدا بالعربية وبيكونوا مش مصدقين انهم راجبين عربية جديدة وفخمة وبالليل بتقعد كاتيا الوحدة في قوضة عشان تكلم مامتها بالكاميرا وبتكون مامتها متضايقة منها جدا عشان وصلت وما كلمتهاش ولا طمينتها فبتكذب عليها كاتيا وبتقولها ان الشبكة سيئة في الشقة اللي هي قاعدة فيها وان اللابتوب بتاعها بايز ولسه مصلحها فبتطلب منها مامتها انها تكلمها كل يوم عشان تطمنها عليها لانها بتكون قلقانة عليها طول الوقت وبعدها بتروح كاتيا ليزا وجاليا المبخ وبتقترح عليهم يعملوا العشة سوا فبتعرفها ليزا انهم هيطلعوا يتعاشوا برا ولما بيوصلوا لمطعم اللي هيعودوا فيه بتلاقي ليزا شبه البور فبتسألهم اذا كان الاكل في المكان ده حلو فبتقولها جاليا انهم هنا عشان كسيا مش عشان الاكل فبتسألها من الشخص ده لكن جاليا بتتجهلها ومش بتجوبها فبتقولها كاتيا انها عارفة انها مش بتحبها وعشان كده بتتعمد تتعمل معها وحش وفي الوقت ده بيجي ديما حارس كستيا الشخصي وبيشاور ليزا عشان تروح له ولما بتروح له بتديله فلوس وبيباني ان في بينهم اتفاق على حاجة معينة وبترجع بعدها ليزا وكاتيا وجاليا وبتطلب من جاليا تبطل تضحك وتتريع على كاتيا فبتسألها كاتيا عن الشخص اللي راحت له من شوية فبتعرفها ان ده الحارس الشخصي الكستيا وانها بتدفع له فلوس مقابل ان يسيبهم ويروحوا لنفس الاماكن اللي بيروحها كستيا فبتستغرب كاتيا لانها شايفة ان الاسهل من كل ده ان ليزا كانت راحت وتعرفت على كستيا بنفسها لكن ليزا بتقولها ان الموضوع مش بالسهولة دي وده لان كستيا شخص صاحب نفوذ وسلطة مش اي حد بالسهولة يقدر يتقرب منه ويتعرف عليه وبعدها بيدخلوا سوى للحمام وبيتعاطوا المخدرات وبتخرج كاتيا من الحمام وهي حطة انها على شخص اسمه سروين وبيلاحظ نظرات كاتيا ليفة بيقوم يروح لها وبيقرب منها وبيتكلم معيها وبعدها بيمشوا سوى على بيته وبتمشي كل بنت من البنات مع العميل بتاعها وبتفضل ليزا قعد الوحدها حزينة وبعدها بترجع البيت فبتلاقي جاليا نايمة لكن جاليا بتشوفها وبتاخد بالها انها حزينة ومعياتها فبتفى منها حزينة بسبب ان كوستيا مخترهاش الليلة وبتقولها ليزا انها عارفة ان اللي حصل ده طبيعي لان اللي زيهم مفيش في حياتهم فرصة للحب الحقيقي او ان حد يكون معاهم وبعد شوية بتصحى ليزا هي وجاليا على صوت كاتيا وهي بترجع في الحمام وتعبانة فبيشكوا انها ممكن تكون حامل وتاني يوم بتيجي بنت عشان تعلمهم طريقة الشغل وبتقولهم انهم ممنوع يتكلموا ويرغوا مع اي حد من العملة وممنوع يطلبوا فلوس زيادة عن اللي اخدوهم فبتتكلم كاتيا مع ليزا بصوت واطي وبتقولها زي تتصرف لو مش حابة تعمل علاقة مع حد من العملة فبتقولها ليزا ان مهربها الوحيد انها تقول ان عندها برد جديد وساعتها العملة هيخافوا من العدوة وهيمشوا وبعدها كل البنات بيلبسوا وبيجهزوا عشان هيتأرضوا على العملة وبيكونوا العملة المراضي من الشيوخ العرب وبتقرر كاتيا فجأة انها ترقص وتعملهم استعراض وبيعد الكل يتفرج عليهم ممستغربين ولما بيقرر واحد من العملة يطلبها بتقوله كاتيا ان عندها برد جديد وهتعديه فبتخدها رئيستها على جنب وبتزعق لها وبتعرفها ان بسبب اللي هي قالته ده كل العملة مشيوا وكده كل البنات خسروا مكسبهم الليلة بسببها وبالليل بتحضر ليزا وكاتيا حفلة في معرض سيمون وبتحكي ليزا لكاتيا ان السيمون عملها المفضل ودلق انه دايما بيدي لها فلوس كتير وزيادة كمان عن اللي بتطلبه وبتقوم وبتسيب كاتيا عشان تروح لسيمون فبييجي ساعتها ميشا وبيحكي الكاتيا ان هو اللي جاب ليزا لسيمون هو اللي عملها وانه بيحبها ومش قادر يشوفها معا تاني وبعدها بيروح ميشا يجيب مراد سيمون لمكتبه عشان تشوف سيمون وبيخونها مع ليزا وبعدها بتكون ليزا في البيت حزينة وقعدة بتعايت مع كاتيا وجالية بسبب اللي حصل لها وطرد سيمون ليها وبتحكي لهم انه قال لها انه مش هيديها اي فلوس تاني موبايلها من البنك وبيكون سروين حط لها مبلغ مال كبير جدا فبتوريهم الرسالة ويا فرحانة لان كده خلاص كل مشاكلهم المالية هتتحل ومن بعدها بنشوف كاتيا وهي مع سروين كل يوم وبيسهروا سوا وبيرقصوا وبتروح معا لأي مكان وبيروحوا وبتشتري لبس وفاستين غالية كتير لها وليصحابها وفي يوم بتكون كاتيا خارجة مع سروين وقاعدين مع بعض في مطعم وبيأكلوا وفاجأة بتتصدم لما بتلاقي مامتها في نفس المطعم اللي هي فيه فبتنزل تحت الترابيزة وبتستخبى منها فبيستغرب سروين من تصرفها وبيسألها عن سبب خوفها المفاجئ فبتقولهم ان مامتها قاعدة في الترابيزة اللي وراه ولو شافتها هتحصل مشكلة كبيرة لان مامتها فاكر انها في باريس في بعثة دراسية وبيعد الوقت وكاتيا لسه مستخبع تحت الترابيزة فبيتعصى بالسروين عليها وبيقولها انها لو خرجت هيجيب لها عربية هي وصحابها بدل اللي راحت منهم فبتفرح كاتيا وبتقرر تطلع من تحت الترابيزة لكن ساعتها مامتها بتشوفها وبتتصدم من شكلها ولبسها وبتاخدها وبتمشي متعصبة جدا بس كاتيا بتعرفها انها مش هتمشي معها ولا هترجع موسكو لانها على علاقة بالرجل اللي شافته معها دلوقتي فبتفهم مامتها وقتها من طريقتها ولبسها انها بتشتغل في الضعارة وبتنهر وبتتخنق معيها لكن كاتيا بتسيبها وبتروح تركب العربية مع السروين وبيمشوا وبترجع لبيت لصحابها وبتحكي له منها فرحانة ان السروين قالها انه هيجيب لهم عربيات والتاني يوم الصبح بتروح كاتيا وجاليا لمعرض عربيات عشان يشتروا العربية اللي عايزينها وبيضطروا انهم يشتروها مستعملة عشان الفلوس اللي معهم مش هتكفي واحدة جديدة وبعدها بيروح يصهروا في المكان اللي كوستيا صهران فيه ولما بتروح كاتيا تقعد مع كوستيا بتغير ليزا جدا وبتكون عايزة تتخنق معيها لكن جاليا بتمنعها وبتعرفها ان كاتيا معها عشانها وفي الوقت ده بتكون كاتيا قعدة مع كوستيا وبتتكلم معي فبيجي ديمة عشان يقومها ويمشيها لكن كوستيا بيطلب منه يسيبها فبتعرفوا كاتيا وقتها ان ديمة بيستغل البنات وبياخد منهم فلوس مقابل انه يعرفهم هو بيقعد فين تحكي له عن ليزا واللي حصلها ويصغيرها وانها شافت بابا بيشنق نفسه ومات قدام عينيها وبتقولهم ان كوستيا عازمهم عنده في قصره واللي في الريف بكرة ولما بترجع كاتيا البيت بتتصدم لما بتعرف من اختبار الحمل انها حامل وبتتصل ساعتها بسروين عشان تقوله فبيقولها انه هيوديها لعيادة سرية عشان تسقط الجنين لانه مش هيقدر يخسر بيته ومراته عشانها لانها فتاة ليل ومفيش راجل بيتجاوز او بيرتبط بالبنات اللي زيها فبتتصدم كاتيا من كلامه وبترجع لبيتها بتعيط وبتاخد شجرة الكريسماس عشان ترميها من البلكونة فبتنزل جاليا تجيب الشجرة تانية عشان ترميها يا كمان وتفضي غضبها وتاني يوم بتجهز ليزا عشان تروح لعزومة كوستيا وبتركب العربية مع السواء اللي بعته لها وساعتها بتتفاجئ ان السواء قدمها وبتروح معها جاليا ولكن في عربية تانية وبتكون كاتيا في الوقت ده قعدة لوحدها في البيت حزينة ولما بيرن جرس الباب بتقوم تفتح بسرعة ولهفة لانها فكرة ان اللي جاي هو اسره لكن لما بتفتح الباب بتكتشف انه ميشا وجاي بورد ليزا وعايز يعتذر لها عن اللي حصل ويعترف لها بحبه ليها وانه عمل كده عشان يبعدها عن سيمون لانه بيستغلها فبتعرفوا كاتيا ان الاوان فات خلاص لان ليزا دلوقتي عند كوستيا فبيقولها انه هياخدها منه لانه مش عايزها تشتغل الشغل ده تاني فبتطلب منه كاتيا يوصلها في طريقه لو فاضي لان عندها مشوار مهم وبتروح للمستشفى عشان تجهد الجنين وتتخلص منه وبيكون ميشا متضايق ان كاتيا لوحدها وبيعرف انها لازم تبلغ ممتها ولما بيفتح سيرة اللي عمله مع ليزا لما فضحها قدام رات سيمون بتتعصب عليه وبتزعقله فبيتحرج ميشا لان كل اللي في المستشفى بيبصوا عليه وبيسيبها لوحدها وبيمشي وبعدها بتدخل كاتيا لقط العمليات وبتكون قاعدة خايفة جدا ومرعوبة وفي الوقت ده بتكتشف ليزا ان ديمة خطفة عشان ينتقم منها لان لما كوستي عارف انه بياخد سواق منها عشان تعرف معلومات عنه بخلاه يبقى سواق فبتحلف له ليزا انها مقالتش اي حاجة لكنه مش بيصدقها وبيختصبها واصحابه عشان ينتقم منها وفي الوقت ده بيكون السواق اللي مع جاليا خطفة يا كمان وبتحاول انها تهرب منه لكنه بيجري وراها وبيفضل يخنقها لحد ما بتموت وبيسيبها مرمية في الشارع على الارض وبيمشي وبعدها بتلم كاتية حاجتها من البيت وبتسيب ليزا وبتمشي معمامتها وبتروح لسكنها في باريس عشان تاخد المنحة بتاعتها اللي اتخلت عنها عشان الفلوس وبتنهار وقتها وبتعيط لانها حست انها ضيعت حياتها ومستقبلها بنفسها ومن غير ما تفكر الفيديو ده كتبته قلق غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلوس صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلوس صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلوس صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام